مرحبا بكم محبي قناة الكابتل تربية العصافير قبل ان نبدأ الفيديو اتمنى ان تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس وباي باي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظر الله سبحانه وتعالى ان يرفع الوباء والغلاوة في رسكرون عن مصر عن جميع دول العالم وان نصلي ونسلم على سيدنا محمد اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. آآ الفيديو بتاعنا النهاردة عن آآ البج الاسترالي آآ هنعرف كل حاجة عنه آآ بالتفصيل آآ قد يكون ممل او طويل بس آآ ده بناء على رغبة آآ اصدقاء القناة واصحابنا آآ في الداخل والخارج طلبوا مننا ان احنا هنعمل سلسلة متكاملة عن آآ كل عصفور آآ ونبدأ بالبج الاسترالي على اساس ان هم اكثر شعبية وسعر رخيص ومن اسهل الطيور والعصفير اللي هي اياه سهل التربية واللي يبتدي بها اي مربي هاوي بحاس ان هو اياه آآ يكون آآ لسه بيتعلم آآ فطبعا ان آآ ماتت منه حاجة ووجعت منه حاجة آآ فبيكون اياه سعرها مش غالي فا مش هيزعلا لها زي ما يكون مسلا حاجة بعشر تلاف او خمستاشر الف او عشرين الف طبعا الحاجة دي مش هنقدر نبدأ بها ونتعلم عليها لانها تكون اياه آآ فقدها هيكون مكلف طبعا. انا عملت آآ الفيديو السابق عن آآ طقر الرز وكل حاجة عنه برضو بناءنا على طلب صحبات القناة واصحاب القناة واصدقانا في القناة آآ فالنهاردة هنمسك في آآ آآ سلسلة البج الاسترالي آآ وهنعرف كل حاجة عنه البج الاسترالي من الطيور الجميلة زي ما انتم شايفين منظرها آآ رائع وفيه طبعا اجمل واحلى من كده بكتير خصوصا في طيور الرنبو لان اترون الرنبو انا بعتبرها من اجملهم آآ اجمل الطيور آآ في البج الاسترالي آآ بيجي بعدها آآ في الاشكال اللي هو والعصافير اللي هي هي اللاتينو والالبينو آآ برضو دي من علوانها الجميلة آآ البج الاسترالي سهل التربية جدا ولذلك بنصح اي حد بدأ في مشروع آآ تربية عصافير او بيحبها او هاوي او حد هي هاد حد بعصافير يجيب له اياه جوز استرالي زكر وانسة آآ آآ طب ليه انا قلت ان هو اسهل عصفور في التربية وآآ آآ كمان سعره هاوي المميزات الاتية اولا ان هو سهل انك انت تعرف الزكر من الانسة وانا برضو عامل فيديوهات عن معرفة الزكر من الانسة في البج الاسترالي فهتلاحظ انتو زي ما انتو شايفين الزكر وانسة دول اللي واقفين جاب بعض الزكر اللي هو الازرق اللي هو من عند فوج من اخيره آآ هتلاقي اللون الازرق آآ آآ النتاية بتلاقي اياه اللون البني زي ما انتو شايفين دول زكر وانسة آآ هتلاقي اللي هو الكير بنسمي الكير اللي هو فوج آآ المنجار كده بيكون الزكر لون ازرق والنتاية بيكون لون بني دول بيكونوا خلاص وصلوا لسن الزواج زكر وانسة طبعا في انواع تاني اللي هي العن حمرة آآ اللتين ولا البينو بيكون آآ الزكر ما بيوباش بيوبى لونه بنفسجي آآ والنتاية بيوبى اياه لونها آآ ابيض وممكن يتحول للبنية بعدين آآ ده اللي يمكن الاختلاف آآ آآ بين الزكر والانسة يبقى دي من اهم مميزات معرفة الزكر والانسة يبقى مش هتتعب تحط زكريا او نتايتين مع بعضه آآ تحط جوز يعني او جوزين وفي الاخر تلاجوهم اياه آآ نتايتين او زكريا اللي هي لانك انت هتعرف الزكر والانسة من اللي هو الفادي بيكون سهلة العملية دي آآ تاني حاجة سعره بيكون آآ آآ كويس يعني سعر الجوز من وانت واشترته من آآ آآ هوات الطيور او اصحاب المحلات آآ هتبقى اغلى شوية لكن لو اشترته من السوج مسلا السوج السيدة عاشة بالقاهرة او من هوات الطيور زي حالاتنا كده ممكن احسيب لك الجوز مسلا على آآ خمسة وسبعين جنيه مسلا لو الزغليل اصغير وممكن مسلا لو كبير احسيبه لك بمية آآ فبسعره يعني معجول آآ خالص آآ لكن انت لو اشترته محل له بطيور ممكن يقول لك اياه بامتان جنيه او حاجة آآ فطبعا المحل لازم يكسب آآ دي تاني حاجة ان هو اياه سهل كمان فاكله سهل اللي هو الاكل بيأكل بينكا مفلارس ودنيبة آآ مش محتاج كفاص كبيرة زي الكوكتيل والبيضات بتاعته مسلا زي عشوش الانجليزي وممكن لو انت حتة مزنوجة عندك تستخدم العشوش آآ الصغيرة آآ لكن افضل طبعا العشوش كل ما يكبر العش يكون افضل آآ العش بتاعه الجفز بتاعه مسلا في حدود خمسين جنيه والعش بتاعه مسلا في حدود عشرين جنيه آآ وممكن بخمستاشر كمان تجيبه لو هتجيب كمية آآ والاقفاص يعني مسلا لو انت جيبت سلاكة هيجعب عليك العن ارخص من كده فده طبعا يدي له ميزة في التربية آآ بيأكل انت ممكن تؤكله آآ طبعا التغزية هنبدأ في التغزية به لو هو آآ جيبت انت جوز مسلا زغليل عمره مسلا شهرين او حاجة في الحدود دية آآ هتوكله اياه هتهتم طبعا به عشان تعوده على الاكل الطري مازلا آآ تعمله جمحة منجوع طبعا كلنا عارفين الجمحة المنجوع وفي فيديوهات كتيرة عن الزيت هتجيب جمحة اللي هو بيتعامل منه الدقيق ده او كمان ممكن تحط رز او عدس او آآ آآ غلة اللي هي الزرة الرفيعة وممكن تحطهم كلهم تنجحهم في مياه مع بعض لمدة يوم او يوميا وتصفيهم وتجدد منه هي العصفين لما تطرى بيحبوا الاكل الطري جدا آآ تاني حياة برضو مسلا تحط يوميا في الاسبوع مسلا اكل طري ويوميا في الاسبوع آآ آآ بيتبو البوكسومات برضو بيحبوه جدا بحس انك انت تعود عصفورك على آآ آآ انك انت يتعود على الاكل الطري بجانب انك انت طبعا آآ حاطط له البنكب والفلارس والدنيا بقى آآ آآ بكمية آآ يعني قد تكون آآ انا بفضل بحط التلاتة في آآ كل واحد لوحدي في آآ آآ يعني آآ حاجة بحط فيها مسلا الاكل يعني آآ بحاس ان هو ليكل من المكان اللي يعجبه آآ حسب هو حاشة زي مسلا في الطبيعة سبحان الله هو بينجي الحياة اللي عايزها وباكل بيكلها فانا بقول لو انت مسلا حاطت في كفاص حلوة كبيرة شوية وجادر تحط ياه آآ آآ التلاتة انواع من الاكل في كل واحد في قلبة الوحديه يكون افضل آآ لو انت جسمتهم مثلا آآ يعني بالتقريب كده لان طبعا انت ياه آآ آآ ما تحاولش حياة وبقى طغي على حاجة اكتر آآ بحاس ان هو العصفورية هو هينجل اللي هو عايزه آآ آآ دي لان الاكل طيب بتهتموا برضو بالفيتامنات آآ الخضروات طبعا بس التماطم لا التماطم آآ في حياة ممكن ياه آآ تموتها خاصة البزور والكاوي والحياة دي ما تحطها لوش ممكن تحطوا له برتقال آآ ممكن تحطوا له حتة تفاح بس تشيل منها البزر آآ ممكن آآ خضروات زي ورق كورومب آآ زي جرجير آآ زي برسيم آآ الحياة دي كلها اياه ممكن انت اياه بس تخسلها طبعا كويس تحط له مسلا يوم في الاسبوع ويومين في الاسبوع على الاقصر اللي هي الخضروات دي آآ تهتموا برضو لو انت مش حاطة العصفير دي او الطيور في شمس فانت ممكن اياه تضيف لها آآ يومين في الاسبوع الف دال تلاتة اياه فيتامين او جروفيت آآ فيتامينات متكاملة يومين في الاسبوع مسلا بحاس انك انت العصفور من من شهريا لغاية ما يوصل مسلا ست شهور او سبع شهور تكون غزاته واكلت كويس بحاس ان هو اياه لو بعد كده هتخش عليه في اياه الانتاج طب لما يوصل صن البلوغ في حدود مسلا اياه آآ ست شهور كده في مفوض يعني من ست شهور ممكن العصفور اياه آآ يمتج عندك ما شاء الله لو خلته لتمانية يوب كويس يوب افضل طبعا الحكاية دي احنا دايما بنكررها في الفيديوهات كلها ان كنت كل ما تكبر العصفور يعني وتزود عن آآ شهر او شهريا آآ منذ بداية البلوغ بتاعه طبعا بيكون افضل لها آآ زي الست لما تجوزها وهي لسه صغيرة طبعا مش بتكون اياه آآ لسه عندها قدرة على الحامل والرضاعة وكده والتربية فطبعا بتتعب وتمرض فبرضو العصفور والطيور زي كده لما تكون انت مجوز آآ العصفور وهو اياه آآ كبر شوية بيكون افضل ليه طبعا آآ طيب فترة آآ آآ في القفص هنحط اياه بقى لو انت جايب جوز زكر وونسا وحطناهم في جفص آآ هنحط اياه جوى الجفص آآ الجفص طبعا هنحط فيه آآ نفضل انك انت تحط الوجفات اللي هي الخشبية بلاش الوجفات البلاستيكية واللي بتتهزز او بتتمرجح وبلاش المراجيح طالما انت اياه دخلت في فترة الانتاج يعني عايز تنتج منه عايز يبيض آآ فطبعا آآ لو انت حطيت اي مراجيح او حياة آآ وجفات مش سابتة او بلاستيكات آآ يعني ونجفات من البلاستيك دي اللي بتتبعها في المحلات كلها دي طبعا بتخلي اياه التخصيب بيجل وبيكونش جيد لان الهزه زادية مش بتخلي اياه آآ الضكر يعرف يخصب الانسة كويس آآ فما بيحصلش تلقيح وتخصيب للبيض ودي من احد برضو الناس كتيرة بتسأل آآ برضو في الفيديوهات كتير وانا شفت في التعليقات آآ ان هما بيسألوا ليه بيطلع غير مخصب دي من احد الاسباب انك انت تحط اياه وجفات آآ بلاستيكية او مراجيح في الجفز فطبعا دي ما بيساعدش على التخصيب الجيد آآ فانت تعمل تجيب الوجفة الخشبية آآ دايما ان احنا بنجيب اللي هو اياه آآ آآ زي ما نقول اياه يد ماك ناسة كده آآ خشبية آآ بنشتريها من السوج وبنقطعها بالمنشار وبنعملها على كد آآ على كد مسلا الجفص وبنعمل وجفات خشبية او لو عندك فروقة الشجر وانت حابات تعطها آآ بتكون سابتة ما بتتهساسي يبا اياه افضل آآ هتحطه برضو في الجفص اللي هو عدم السبية والحبار آآ طبعا عدم السبية والحبار آآ بيكون ليه علاجة او مساك السبية او بتحطه مسلا بمشبك كل ده برضو اياه سهل. هتوفر قلنا الاكل والشرب والمية هتباكوا هنغير المية كل يوم آآ طبعا ما بسيبش المية في سلكات اقصى حاجة آآ تغيرها مسلا يوم يوم آآ لو انت مفضتش جوي آآ في الصيف برضو تحط له آآ مثلا طاجم فخار في مية الحب يستحمى فيه عشان ترطب عليهم في فصل الصيف فالعصفور برضو بيحب يستحمى الاسترالي آآ عشان كمان ينظف نفسه وعشان يرطب على جسمه وكمان ساعات بيخش على البض اه لما يكون فاجش آآ آآ بيكون مسلا جرب يفكس فبيرطب نفسه بحيث ان هو اياه اياه يكان سهل سبحان الله آآ الذي علم كل شي خلقه فهده فسبحان الله يعني ربنا علمهم ان هو اياه آآ ان هما يعملوا كده بحيث ان هو اياه يجلل او يرقق آآ جشرة البيضة بحيث ان هي اياه يسهل آآ كسرها من الزغلول الصغير آآ آآ دي اللي هي الحياة اللي هنحطها اياه في الجفاص هنجيب له البيضة طبعا البيضة كل ما تكون آآ آآ حجم واسع وكبير بيكون افضل آآ في عشوش انجليزي بيبقى آآ كبيرة في الحجم دي افضلها انا بيبقى لها فتحة من فوق وفتحة من تحت طب هتحط يجو البيضة عشان دي الحياة دي فيها اختلافات كثيرة بين مربين طيور الزينة آآ اللي في الصورة اللي بالذات انا لاحظت خاطبه لك يعني يمكن انا برب من اكثر من تلاتين سنة لاحظ ان هو ما بيفضلش ان هو يتحط له اي حاجة آآ آآ يبيض عليها او يرجد عليها بيفضل ان هو اياه على اللي هو ان هو يبيض على الخشب على الحتة اللي دايما هو الدرج ده اللي بيبقى في البيض الحتة المفهورة دي بحاس ان هو اياه آآ البيض بتاعه ما يوجهش منه بيبقى منهم في الحتة دي وما ما يتحركش فهو دايما يحب ان هو اياه آآ آآ يبيض على الخشب مسلا او في دلوقت اللي درج البلاستيك برضو بيحب يبيض عليها ما بيفضلش ان هو يتحط له حاجة لكن آآ 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 لو انت حطط له مسلا وحطط مسلا شرط خسب او آآ آآ عبشة ابن مسلا اللي هو اللي هو عرف انت اللي هو عبشة فول جزدي آآ او اي حاجة مسلا او مسلا اللي هو الحياة اللي هي آآ بتتبع اللي هي اللي بتحط له الجطط دية آآ بتوبة زي آآ حصوة او حيات زي كده تمتص الرطوبة كل ده ممكن تحطه فلاش آآ لو جبله هو بجأ اياه حسم اي انا بحط مسلا نشارة خشب آآ في زي اللي بحطه على الكوكتيل والآآ ومسلا والرز آآ اغلب عندي العصافير اللي السوراء اللي عندي بها بيروحوا مطلعينها ما بيخلوش اياه ما بيبضوش عليها وبيضو على الخشب برضو فا آآ وكل اغلبية العصافير في في ناس بتجبل منهم يعني مسلا ان انا اياه ساعات ما بيكونش عند بيضات كفاية فبروح مسلا ايه لاجي عند بيضات كوكتيل زوادة او بيضات روس زوادة اقول اياه يلا خلهم يبضوا فيها فطبعا بتوبة جوينة فما بيقدرش يطلع اياه آآ اللي هو النشارة الخشب منها فبيضطر يبيض عليها آآ فدي يمكن لكن لما بيكون آآ حتطلو مثلا نشارة خشب جوه اللي هي البيضات العادية اللي هي بتاعت الانجليز دي بيطلعوا آآ النشارة ويرموها فبقول لكم يعني ما حدش يعني يتبنوا في موضوع ان هو ايه آآ ان لازم تحط له نشارة او تحط له آآ تبن فول آآ زي آآ ما باس معنا في فيديوهات بعض الاصدقاء او آآ اللي هو الكسر بتاع الجطط او آآ او اي حاجة يعني بحاس انها تنتصر رطوبة انت لو ما عندك شي خلاص حطه اللي عاد وهو اياه بس تحافظ انك انت على آآ لما بتبتدي العصفير تفجس وكده وتكبر مسلا شوية تبص عليهم الشافيات حاول تنظف لهم يعني آآ جوة العش آآ لكن لو انت آآ لو حطيت ويبضع عليهم يعني يكون الافضل يعني ما فيش مشاكل ما تتعبش نفسك في الموضوع ده طيب آآ العصفور بعد ما يفجس آآ آآ هو البيض طبعا زي ما انا قلت لكم بالفترة البلوغ مسلا من ست شهر في منفوض هتبيض العصفورة هي الزكرة والانسة بتبيض يعني كل العصفورة آآ سبحان الله الرازج يعني كل واحدة ممكن تبيض الغد تمام بضات وممكن آآ يعني فيه عصفير وصلت لعشر بضات حسب التخزي السليمة هو كده آآ آآ لكن مش هتقدر تطلع لعشر بضات صعبة خالص يعني آآ آآ فا آآ هترجد عالية تمنتاشر يوم العصفور الاسترالي تمنتاشر يوم ما شاء الله بالزبط ايه آآ بيبتدي بتدي فاكس البيض ما تستعجلش انا افضل انك انت ما تستعجلش فيه آآ انك انت تقعد تكشف على البيض وتشافه مخصب اللي غير مخصب انا في رأي تسيبه لغاية بعد التمنتاشر يوم آآ تبتدي انت تشوف هيفجس ولا لا وكمان مسلا نفترض انك انت عندك خمس بضات او ست بضات كل هي بكل يوم بتبيض بيضة فتضرب مسلا آآ آآ ستة في اتنين باتناشر يعني عايز اتناشر يوم عشان بعد التمنتاشر لغاية ما ما تفجس اخر بيضة مسلا يعني مسلا تمنتاشر واتناشر يعني تلاتين يوم هتفجس اخر بيضة آآ آآ من هذه آآ البيضات طيب لما تفجس في الفترة الفاكس دي هنعمل اياه ونوكل اياه ونشرب اياه اول ما تفجس طبعا هنمنع اي فيتامينات او مخصبات او اي حية نحطها لهم مسلا زي الجرجير او الفتامين الاف دال ثلاثة ها ونمنع كل الحيات دي اياه طيب عشان انك انت لو حطت مخصبات للزكر او الانسة هيتطروا ممكن اياه يضربوا آآ الزغليل بتاعتهم عشان يتزاوجوا طبعا والذكر ممكن يكسر البيض وممكن يموت عياله كمان لان هو عاز يطلع لونسة عشان يتزاوج لان هو اياه زي مسلا اياه واحد مراهق كده آآ شاب مراهق كده ومش مفيد مغوش غير موضوعا اياه الجنس فطبعا ممكن يعمل اياه حاجة اياه آآ خدت بالك آآ غلط آآ من غير ما يدرك فهو الزكر ولونسة مسلا انت يعني زودت له الخصوبة كده هو عاز يتزاوج مع الونسة فطبعا بيكسر البيض وممكن يضرب آآ الزغليل او آآ او او يرمي البيض من بره كمان ففي الفترة اللي هو آآ آآ البيض وفترة الفاكس دي ما تحطش اي مخصبات ليه الزكر ولا للونسة اول ما تفقس اول بيضة طبعا لغاية اخر بيضة آآ ممكن زي ما انا قلت برضو في الفيديو السابق بتاع الروس آآ ممكن تحط خمس نجط في المسجاه من الفلاجيل مطهر آآ للمعدة وآآ آآ شراب الاطفال مية وقمسة وعشرين آآ ملي هتجيبه من الصيدلية البشرية تحط خمس نجط بالعدد ما هو ما تزودش الفلاجيل ده بالذات ما تزودوش ومش هيماوت الزغليل ولا حاجة ولو يعني نفرض انك انت محطتش اللي يعني مش مش من النوع اللي هو اياه بيتأثر جوي يعني مش بيموت زي مثلا اياه الكوكتيل الكوكتيل اللي بالذات هو اياه اللي دايما نحط له لانه ضعيف آآ دايما نحط له الفلاجيل المطهر آآ جاب للفاكس لكن اللي عادي لو ما حطتش ما فيش مشاكل لكن لو لاحظت ان هو بيموت منك او حالة زي كده وبعد الفاكس فيبان انت اياه تعمل حسابك بعد كده انك انت تعمل تطهير للامعاء العصفير والطيور جاب ليه الفاكس بالفلاجيل المطهر ده آآ هتوكل طبعا في الفترة دية اللي هي فترة فاكس الزغليل هتوكل آآ زي ما انا قلتلكم آآ آآ بتاعة تزود اللي هو البيت بالمقصوبات تخليه مسلا تلات ايام في الاسبوع على اساس العصفوري يكبر وتزود مسلا يعني الفلارس شوية بحيث ان العصفورية الحباب بتاعته مغزية وتكون كبيرة سهل الزكر بيكلها آآ 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 انا عم بفضل انك انت تحط دنيابة بس ما تكترش برضو آآ الدنيابة يعني ساعات بيبقى فيها بعض كسر الرزو بتاعها مش عارفية ممكن تسيب العصفور بالامراض لكن لو جبت آآ آآ الدنيابة نظيفة حلوة مش وحشة بحيث ان هي اياه لانها بتعمدهم بالاملح المعدنية والفيتامينات آآ بحيث العصفور ما يملحش طب تجوى تلات خمستاشر يوم والغاد ما الزغاليل تكبر وتوصل لخمستاشر يوم تبتدي تحط مسلا اياه املح معدنية وفيتامينات آآ بحيث ان هو العصفور آآ ما يملحش يعني اياه ما يملحش بينتفر ريش الزغاليل آآ بينتفها ويمص الدم منها عشان اياه نفسه عن الاملح فعشان كده من خمستاشر يوم كده تبتدي تحط املح معدنية مثلا مرتين في الاسبوع وكده بحيث ان الطار اياه ما يملحش لو عندك آآ جول آآ مثلا آآ آآ في حاجات آآ آآ خلط التحديق او تمليح بتتبع فيه آآ اللي هو محلات الطيور لو اشترات منها بيكون افضل خلطة جاهزة وتحط العصفير مثلا اياه آآ في علبة فخار او اي حاجة آآ بيحس ان هو يملح منها آآ آآ وبتفيده جدا لو ما عندكش وجبته طوب حمور اللي هو آآ الاحمر ده هو اللي بيبنوا به وكسرته مسلا اياه وحطته آآ في العش مش في العش آآ جزد في آآ في اللي هو الجفص او السلاكة آآ بهم بيهزبوا منه اياه يعني بيأكلوا منه آآ كويس ومنها بيزبطوا منجارهم بيه آآ آآ طبعا هو عبال ما ما تطلع الزغلولة آآ من اول يوم لغاية ما تطلع في العش وممكن ت اعتمد على نفسها بياخد لغاية شهر يعني آآ يبتدي الشهر كده يبتدي العصفور يطلع وينطه من العش وممكن ياه يبتدي ياكل لوحديه بس ميسيبوا مع امو ابو شوية آآ وتلاحظ برضو لان الفترة دي ممكن يضربوه بحيث ان هو على زين وعلى ساس يتزوجه بمرة اخرى آآ فانت في الفترة دي تلاحظ طالما العصفور ابتدى يطلع ونزل لوحديه آآ تلاحظ حال ابوه واموه بيضربوه ولا لا لان ممكن في عصفير ادوانية زكور مسلا او الناس وعايزين يبودوا تاني فمسدق ان ولاتهم طلع من العش يروحوا ضربينه وياه وممكن كمان يموتوه وحصلت عنده برضو يعني مش اه مش حياة يعني اياه بنقولها كده ده هي حصلت معانا فعلا ان بعد ما بتطلع العصفور وتكون عايزة تبيض الناس تاني او الزكور ويروحوا ضربين اياه الفرد بحاس ان هو ما يخش العش تاني وممكن تبدوه وصال اياه موتوه كمان. اه فطبعا هتخسر انتاجك. اه طيب اه 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 لغاية خمسة خمسة وتلاتين من تلاتين لخمسة وتلاتين يوم. فانت زي ما قلت لك الفترة دي اللي هي اياه. اه لو نفترض لجيت وباض ولسه اه الزغليل ما طلعتش هتعمل يا لا اما تخد هتوكلها تأكيل يدوي ولو ما كنتش تعرف طبعا وانت لسه مبتدى سيبهم معبون بس لاحظ هل بيضربوهم ولا لا انا في عصفير حنينة خالص اه بعد بتبيض ولادها لسه ما طلعتش وبتخلي ولادها بيناموا جنبيهم عادي اه ما فيش مشاكل وبيرجد على البيض وبيحضنوا معاهم هم ولادهم يعني النتاية وبيبوا ولادها ايام حضنة على البيض ففي نت كتيرة بتوب حنونة يعني فانت هتلاحظ العملية دي. اه تقريبا زي ما انا قلت لكم الاسترالي لو انت من افضل العصفير اللي انت تقدر تربيها لان هو سهل في تربيته كمان سهل في زواجه يعني هتحط تذكروا انسة ايه? اه مع بعضهم هيتجوزوا بعض يعني بس كله سهولة اه مش عملية صعبة اه زي الروز وزي الكوكتيلو اه والبغبانات والحياة اللي زي كده. اه طب انت لو نسيت اقول لو انت هتربيه اه ينفع ان هو يتربى تربة جامعية في غرفة كبيرة وتجيب مسلا عشر زكورة على عشر اناس وتربين في غرفة جامعية ينفع خالص عادي ما فيش مش مشاكل ومش هيحصل اي مشاكل بس زي ما انا قلت في الفيديو السابق بتاع الروز انك انت تحاول مسلا ان انت جبت عشر تجواز وهترميهم في غرفة اه كده وهتحط لهم عشر عشوش لا تزود تخليه احداشر عش او اتناشر عش بحاس ان هو يبقى في عش زوادة او عشان زوادة ما فيش مشاكل بحاس ان هم هي ما يتخنجوش مع بعض. اه طب انت لو انا افضل التربية الجامعية ولا التربية الفردية اه افضل طبعا التربية الفردية اللي هي التربية الفردية هتب انت متحكف في كل جواز وفي كل ايه صفاته وكل الوان وبحاس انك انت اياه كمان لو حصل مرض للطيور هتب عارف الجواز المريض ده اه هتب معزول لوحده ممكن تسيطر على الموقف لكن لما يكون كلهم مع بعض مش هتقدر انت تسيطر اياه على الموقف ممكن طيور تكون عيانة وانت مش واخد لبالك منها ومش عارفها تقدي جميع القطيع فيفضل انك انت كل جواز تحطه فيه السلاكة الوحدية او جفص الوحدية حسب المتحليك اه فبفضل التربية الفردية عن التربية الجماعية اه نسيت برضو في اخر الفيديو ان انا اقول لكم اه ايه انواعه فيه انواع كتيرة منه فيه اللي هو الاسترالي العادي وفيه اللي هو الاسبانجلات وفيه الرنبو اه اه وفيه طبعا اه الفلل وفيه اه بلاك وينج حاليا اللي هو اغلحها في السوق اه اه وصل مسلا جوز منه ممكن اه خمس تلاف وست تلاف بس ابتدى ينزل دلوقت في سعره اه والرنبوهات كانت برضو نازلة غالية انا بفضل واجمل عصفور عندي اه من ناحية المنزر بتاعه اللي هو الرنبو فيه طبعا اللنصاص العصفور اللنصاص يعني انصاص برضو عشان فيه الناس كتيرة بتسعل عليها. الانصاص ده بيكون عبارة عن اه جواز اه انجليزي مع فرد السراء العادي فبينتج وسط عصفور حجمه كبير عن اه العادي بيكون ايه حجم وسط. فده عشان كده بيستمى انصاص سعره بيكون ايه ممكن يوصل متين جنيات وتمج من ايه ربعمائة جنيات حسب ايه الحجم بتاعه لكن علىهم طبعا الانجليزي بلا شك اه الانجليزي ممكن يوصل خمس تلاف وممكن في جواز بتكون مميزة ممكن توصل عشر تلاف في طبعا حجمه كبير واشكاله والوانه متنوعة في اللي هو العصفور اللي هو الفولة اللي بيبقى فيه فلتين آآ برضو دي انواع تاني فلكن انا بنصحك انك انت في البداية تبدأ مسلا باللاتينو آآ عن حمرة آآ اللي هو زي الاصفر خالص زي كده مسلا لاتينو او قلبينو بس ده مش لاتين ده دركة اي يعني عنها سودة لكن لاتينو زيه بس بيكون في فرج بين العنان الحمرة آآ آآ تبدأ مسلا باللاتينو العادي العوايد اللي هو اشكال والوان مختلفة آآ آآ تبدأ باللاتينو او الكريمينو او الاسبانجلات آآ دي برضو عصفور آآ آآ الدركة اي عنان سودة برضو فآآ فانتو زي ما تقول آآ يعني ابدأ بالحياة اللي هي اياه آآ بعد كده اعلى في المستوى يعني ممكن تجيب قلبينو آآ ممكن تجيب آآ ممكن تجيب آآ ريمبو ممكن تجيب آآ انصاص ممكن تجيب اي حياة وتعلى بالمستوى بتاعك شوية بشوية يعني جزء ما تبدأش بالغالف الاول عشان ما تحصلش عندك موت فاجأة او دروب اه ده اللاتيني عن حمرة زي ما انتو شايفين عنه حمرة آآ ده سعره حاليا في السوق بتاع تمانين جنيه اللي هو الزغليل والكبير يوصل مية وعشرين جنيه ده اللاتيني عن حمرة ممكن تبدأ بيه عادي يعني مش غالجة وممطلوب في السوق خالص ومميز آآ جدا ومحبوب يعني هتلاقي سعره عليه وهيجيب معاكنا آآ آآ يعني السعر يعني هيكسب معاك بازن الله بمشيت الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. وآآ تقريبا انا لمات لكم كل حية عن آآ الاسترالي كده بناء على طلب اخواتنا واصحابنا واللي يعوز اي حاجة يقول لي عنها وانا تحت عمركم في اي حية تطلبوها مني. وطبعا افكاركم حلوة هي اللي بتشجعني على الاستمرار. وكل واحد يقول لي الفكرة اللي هو عايزة والطار اللي هو عايزه وانا ان شاء الله اعمله له وان ما كانش عندي ابحس له عليه على جوجل غات يا ما اوصله آآ وعمله فيديو عن جميع آآ آآ اللي هو عايزه فيه بمشية الله سبحانه وتعالى. بس ما تنسو ناشى يا معت انكم انتو تشتركوا معايا في القناة وتعملو لنا دعم وتشيروا الفيديوهات بتاعتنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي على اساس الفيديوهات دية تفيد آآ آآ المشاهدين. وكمان آآ سبحانه وتعالى آآ آآ وفوق كل زي علم عليم طبعا في ناس علم مننا وفي ناس احسن مننا آآ آآ في في العلم يعني آآ فهو ربنا سبحانه وتعالى يجعلوه في مزال حنساناتنا وآآ نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته